تمكنت الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس الفوز بتصويت على الثقة في البرلمان مما يعطيها الضوء الأغضر لبدء تنفيذ خطة الإنقاذ الأوروبية والشروع في تطبيق المزيد من الإجراءات التقشفية للحصول على دفعات جديدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي رئيس الوزراء اليوناني الذي ألقى خطابا أمام البرلمان مطالبا أعضاءه بمساندته في مهمته المقبلة توقع أن تمر البلاد بمرحلة صعبة حتى تتمكن من تطبيق خطة الإنقاذ الأوروبية وللبقاء في منطقة اليورو